شايف المسلسلات العربية طويلة دلوقتي بتنافز تركية في الموضوع ده شايف الموضوع ده من وجهة نظرك ايه كفنة طبعا كبيرة زيك بصي هو احنا كنا بنكره قوي حدوتة المسلسلات الطويلة ودليل على كده ان احنا عيشنا سنين الحلقات بتاعتنا اللي بتتعرض 13 حلقة 14 15 ما كناش نعرف ابدا حدوتة 25 حلقة دي يعني شايفة انو الشعب المصري حبي جدا مسلسلات التركي عشان دراما طويلة جدا وكملة بعض يعني وشايفة انو احنا بدأنا بالفعل نعمل ده في مسلسلات كتير بدأت تخش في تسعينات والمثينات للحلقات شايفة كتاب حلوين قوي ودراما مختلفة مسلا زي القب الروحي زي اكتر من المسلسل لانشان ما فيش حاجة على بالي دلوقتي شايفة انو المؤلفين النهاردة بدأت تاخد شكل جديد ونمط جديد وده مواكب عصرنا لانو احنا فيه تطور فهمة غير الفيديو القديم وغير 30 حلقة بقى فيه تطور تاني في الدراما انا مبسوطة ان احنا بدأنا نواكب ده وبدأ ما نشتري مسلسلات تركية ومسلسلات نتفرج عليها من برد احنا نعمل التسعين والمتين والتلتمية انا ما الشعب احبب كده يعني او عمل جيد بيعمل ده خلاص يعني او العمل مستمر بنفس الجودة من اول ما بدأ اول حلقة لحد اخر حلقة خلاص هيبقى كويس لكن لو فيه خلخالة في النص ومجرد بنحش عشان خاطر نعمل حلقات لا ما تبقى دراما فاشلة يعني اصد تركية دي بلد نمرة واحد عندها مش الثقافة ولا مواضيع تهم المجتمع التركي لا يهمهم السياحة انهم يشدوا المتفرج علي ان يروح يزور تركيا انما احنا كان كل هم منها ان احنا نعمل ثقافة المصر نعمل نرفع مستوى اللي بيقدم من الفن في مصر انه الفن ده ده السلاح الناعم كما بيقوله والثقافة مش كده فيه فيه مستوى مش راضين عنه احنا بصراحة شكرا